ايه ناخد دقم التطعيم ده سؤال اخر وقضية اخرى من الحاجات اللي حقيقة اللي جاتني اسئلة فيها كتيرة اللي هو المناعة والكلام عن المناعة وحنا قلنا قبل كده انه الاكتوفرين او لبن السرسوب من الحاجات المهمة جدا 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 ممكن عايز اوريكو نموذج فيه كتير في السوق نمازج للبن السرسوب اسمه فانسي او فانسي الفانسي ده اللي هتشوفه صورته بعد قليل على الشاشة ده نموذج من لبن السرسوب اتمنى الزملاء يعني بعد شوية طلعونا صورة للفانسي نوع من انواع لبن السرسوب وقلنا قبل كده الابحاث العلمية اثبتت انه لبن السرسوب ده يقدر يقوي منحتك ضد فيروس كورونا لانه بيعمل ما يسمى بمزحمة فيروس كورونا على جدار الخلية يبقى خلينا نقول برضو ان احنا ما بنتكلمش على منتج بعينه لكن بنقول ان هذه النوعية اللي اسمها الاكتوفرين هذه النوعية قادرة على انها تمنح الاول ان الفيروس يدخل جسمك طب لو دخل بتخلي الاثار بتاع الدخول هذا الفيروس الى جسمك تبقى قليلة اوي اسمه الاكتوفرين او لبن السرسوب او الفانسي الفانسي اللي هتشوفوه حضراتكو دلوقتي فيه اكتر من ميزة نمر واحد انه صالح للاطفال من سن 3 سنين يعني تقدر تديه لعيلتك وانت متطمن جدا تمام من الحاجات المهمة جدا زي ما قلت انه لبن السرسوب ايضا بيعالج لبن السرسوب تحديدا الاكتوفرين الانيميا فيبقى انت لو حد عنده انيميا ضرب عصفورين بحجر فيه فيتامين سي كمان فيه وي بروتين والوي بروتين دايما بنتكلم على انه بيقوي العضلات ويخلي الجسم رائع جدا طيب بعض الناس قالت لك ايه طب انا قدي لبن السرسوب ده اللي العلم قال انه له دور مهم في المناعة انه ديه للي ما تصابش اصلا عشان يقوم منحته لانه بيمنع دخول فيروس كورونا الجسم بدرجة ما بيزحمه على الباب طبعا لو منحته ضعيفة اوي هيدخل بس لو دخل هيعمل حاجات قليلة